مساء الخير أيها الأوفياء طلالة جديدة نحييكم فيها أكيد للجميع تابع ربما في الساعات القليلة الماضية في الدوري الإسباني لقاء قمة لقاء نادي برشلونة مع الغواصات مع نادي في ريال ملعب سيراميكا كان ربما مسرحا للإبداع للإمتاع من كلا الناديين ريمونتادا في ريمونتادا كما كانت تعليق عقب نهاية المباراة استطعى برشلونة أن ينتصر ولكن كيف كان ذلك كان ذلك بفضل مجهودات الفتى اليافع الذي تحدثنا عنه في فيديو سابق والذي بدأ يشعل الأخبار والإعلام الأوروبي الإسباني وحتى المغربي التألق اللافت ليمين لامان لنقول أنه شهادة ولادة جديدة أو شهادة ميلاد جديدة بالنسبة لللاعب ولكن الأمر كان متوقعا لأن بعض الأمور التي حدثت في اللقاء ربما زادت من حدة النقاش هل سيختار المغرب أم سيختار إسبانيا ما يهمني في الأمر هو تعليق تشاوي مدرب بنادي برشلونة والذي تحدث بلغة إن أردنا أن نثق فيها قد نقول بأنه يعني وضع الكرة في ملعب يمين لامان إن كان صادقا في كلامه فذلك يعني بأن حرية الاختيار ستكون ليمين لامان إما يلعب للمملكة المغربية أو يلعب للمنتخب الإسباني لبرشلونة تجارب مع مجموعة من اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي الكاتالوني ومن أبرزهم أكيد ليونيل ميسي ميسي الذي كان بإمكانه أن يلعب لإسبانيا ولكن لم يتعرض لأي ضغوطات من طرف إدارة برشلونة أو الجهاز الفني لنادي برشلونة من أجل اللاعب لمنتخب لاروخاو في نهاية المطاف اختار الأرجنتين فلعب الأرجنتين وحقق ما حقق من بين المشاهد الملفتة الانتباه خلال اللقاء أكيد التمرير السحرية التي منحها يمين لقافي وتمكن من خلالها من افتتاح باب التسجيل ولكن هناك من تحدث عن الأرقام والإحصائيات التي بصم عليها هذا اللاعب الموهوب خلال المباراة وبالفعل أمور كثيرة صنعها في اللقاء وأبهر وأمتع حتى الهدف الرابع كان من خلال تسديدة قوية سددها لم تدخل المرمى ولكن تم استكمالها فيما بعد لتكون في الشباك بما حققه يمين لمال أصغر لعب في الليغة الإسبانية خلال مباراة فيا ريال والتي أيضا جعلته كما قلنا حديثة العامة والخاصة الرجل قام بثلاث مراوئات ناجحة تسديدتين على العارضة تسديد على القائم جاهد هدف الفوز في نهاية اللقاء أيضا لم يفقد السيطرة على الكرة أبدا ست مبارزات أو مواجهات أرضية من أصل عشرة انتصر فيها أخذ بطاقة صفراء في خطأ تكتيكي دفاعي من أجل إيقاف هجمة نادي الخصم لا عب بكل ما تحمل كلمة معناه ستة عشر عاما ويقدم كل ما قدمه بالفعل يستحق الثناء والتقدير وحاز على جائزة أفضل اللاعب في المباراة والجميل في الأمر أيضا ما تلقاه من جماهير الخصم من جماهير نادي في ريال التي صفقت عليه فكان هذا المشهد الرائع والمهيب يعني مشهد رائع أن يصفق عليك الفريق الخصم وأي جماهير جماهير فيا ريال الفريق الذي لعب دور البطولة في أكثر من مناسبة أمور كثيرة جدا ما قاله تشافي هرنانديز ملفت للانتفاق قال أود أن يلعب يمين لمال مع إسبانيا لكن يبقى هو صاحب القرار ولا أعرف ماذا سيفعل أتمنى أن يبقى لسنوات في نادي برشلونة ما يهم برشلونة بالتحديد اليوم وما يهم تشافي اليوم مع تطور مجموعة من الأندي الإسبانية مع الرغبة الجامحة لنادي برشلونة بالعودة بقوة إلى المسابقات الأوروبية تحديدا دوري أبطال أوروبا مع مشروع جديد للابورتان أجل بناء فريق قوي تنافسي يعيد أمجاد بيبو غارديولا وحين اكتسح برشلونة الكرة الأوروبية والعالمية وحققت الكسوداسية التاريخية كل هذا الأمر يدور في فلاك برشلونة وبالتالي أيما أفضل أن يتم الضغط على اللاعب والقيام بعملية ابتزاز أم أن يترك له حرية اتخاذ القرار وقلنا لكم بأن حتى النادي برشلونة خلفية تأسيس الفريق نشاط الفريق على المستوى السياسي هناك أمور كثيرة جدا في القومية الكتالونية التي لا تحبذ مدريد مدريد ليست الريال لكن حكومة مدريد الحاكم في مدريد هناك أمور كثيرة من الخلافات التي تتذكرون جميعا مطالب استقلال كتالونيا لاستفتاء نفي وهروب زعيم كتالونيين إلى بلجيكا هناك أمور كثيرة جدا طفت على السطح وهذه هي العقيدة لدى الكتالون وبالتالي إذا كان هناك ضغط على يمين لمال للعب للمنتخب الإسباني ستكون بمثابة هدية لمدريد فهذا التفسير قد يكون صحيح قد يكون خاطئ هناك من يتفق هناك من لا يتفق ولكن أقول بأن ربما من أجل أن لا يقدموا هدية لإسبانيا لمدريد وهم لديهم نزاعات انفصالية قد يتركون القرار النهائي ليمين لمال على مستوى التطورات وما يكتب هنا وهناك شاهدت تدوينة لقناة بينسبورت التي نقلت عن وسائل الإعلامية إسبانية أن يمين لمال اختار إسبانيا أعيدها وأكررها لحد الساعة لحد هذا البث لم يعطي كلمته الأخيرة لا لإسبان ولا للمغاربة بل أن هناك من خرج في تدوينة ساخرة تزير تيفي ولمع شنو قل لك الاتحاد الجزائري الفافي وصابق الزمن وبيساعد من حفي الدراجي للضغط على يمين لمال لأنه تم اكتشاف أن جدته من الشلف وبإمكانه اللعب للمنتخب الجزائري يعني هذا تنزل عكري كما نسموه الأمور محصورة بين المغرب وأسبانيا حتى غيني الاستوائي لم تدخل على الخط وهي بلد والدة أمين يمال فاليوم لا يوجد أي قرار رسمي لحد الساعة يختار فيه اللاعب هذا المنتخب أو ذاك ولكنه لحد الساعة بالفعل مع كل نهاية أسبوع يمتع ويبدع ويبهر وقال الناس فيه مقال بكلمات رائعة وجميلة جدا الكل يعني يفتخر بهذا اللاعب الذي كان له تصريحها مهم جدا بما معنى أن الأرض لا تسعوه من الفخر والفرح أصغر لاعب في التاريخ يحقق لقب رجل المباراة قال لا أجد طريقة للتعبير بالكلمات ولكنني صغير وما أقوله أنه أنا أريد أن أجعل كل من يشجع برشلونة فخورا بي يعني هذا أمر جميل وجميل جدا من يمين لمال شاب فاتا يعفع يعني 16 عام على مستوى التواصل يقدم عبارات مختصرة مختزلة تعبر عن أحسيس طفل لا أكثر ولا أقل وما صنعه بصراحة في مباراة فيا ريال يستحق الثناء والتقدير وكان دينامو الفريق وأخير بديل لرافينيا نعطيكم بعض التغريدات والبوستات التي تحطت بعد مباراة فيا ريال سامر سمير على سبيل المثال تفجر فجأة مثل ينبوع عذب أنسى البرشلونيين شدة حر أزمتهم الاقتصادية وشح انتداباتهم وجفافه لعبيهم بشربة ماء هنئة كموهبة فطرية لن يضمؤوا بعدها أبدا لاعب موهوب للغاية وواعد جدا هناك أيضا من من تحدثوا محمد أيمن حبيب قال جناح بعدي واحد على واحد ومش محتاج أن مات لعب كم لا تساعده علشان يعدي ظاهر ومدافع مع بعض عادي كده بالفطرة يا راقل دانا كنت نسيت الموضوع دف برشلوني يعني أميور مهم أيضا أحد الفيسبوكين قال مراهق يعبث بالغواصات في لاساري ميكا هذا شيء نادر ملعب حتى مدلل العاصمة لم يسلم منه أداء ونتيجة ما فعله اليوم يمين لما المدهش ولا يصدق أبدا تشافي رغم محدودية الإمكانيات قلب عليهم المباراة بتغيير الأدوار فقط ومن على الهاتف برافو زرقاء ليمام الشوط الثاني يدرس إذن إشادة منقطعة النظير بيمين لا مال وكلكم مشاهدتم يعني هذا اللاعب بمهاراته الفردية الاستثنائية وسنه الصغير وما يحقق حتى في مباراة توتنهام حتى في مباراة كأس خوان جامبر وأيضا اللقاءات التي ظهر فيها قادش لا ننساها هي الأخرى يقدم أوراق اعتماده على طبق من ذهب ببرشلونة وقد يكون صفقة القرن لهذا النادي إن كانت قيمته السوقية تبلغ 20 مليون يورو فإنها ستكبر يوما بعد يوم موسم بعد آخر وهكذا كانت بدايات العمالقة تحديدا ليوني الميسي في أحضان برشلونة الحديث عن المتغيرات أعتقد أن ما كان لافتا هو ما شاهدناه هذه الصورة التي ترونها اليوم مطعم إسباني فيه طاهي يخذ صورة تذكارية مع وليد ريقراجي الناخب الوطني وهذه هي ذات الصورة التي تخذت مع يميل لمال وهناك توقيع على الحائط من طرف ريقراجي ومن طرف يميل لمال نشوف هذا الفيديو إذن هي ذات البلاصة من صح التعبير وذات المكان نفس اللباس نفس اللباس الطاهي إذن كان هناك لقابين وليد ريقراجي ويمين لمال اليوم يكون هناك حديث عن تأجيل الندوة الصحفية للناخب الوطني الخاصة بالمبارتين المقبلتين بالنسبة لأسود الأطلس ما سبب التأجيل؟ هل هناك وضع ليمين لمال في اللائحة؟ المهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك الساعات القليلة المقبلة صدقوني القليلة المقبلة التي سيكون فيها من لافوينتي وأيضا من ولد ريقراجي إعلان عن لائحة لاروخة وأسود الأطلس هي التي ستكون حاسمة في قرار الفتى يتعرض لضغوطات كبيرة وكبيرة جدا كما قلت لكم في الفيديو السابق القلب مع المملكة المغربية الوالد مع المملكة المغربية الوالدة تريد إسبانيا وكيل أعمال اللاعب يريد إسبانيا أمور كثيرة جدا في الميزان ولكن ماذا قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعب وأسرته ماذا قال وليد ريقراجي ليمين لامال هذه الأمور هي التي ستحسن الموضوع ما يهم اليوم أن لا نخسر هذه الموهبة بكل صراحة لابد لن أقول لعب على الكولسة بقدر من أن يكون هناك مجهود جبار من طرف الجهاز الكروي وأن يكون أيضا بما أن رغبة والد يمين لامال أن يكون في المملكة المغربية أن يكون لهذا الأب إن كان يسمعنا من قريب أو من بعيد دور في صناعة تاريخ المملكة المغربية على مستوى الكرو أقولها بكل صراحة وقلنا لكم كيف ميسي أخرج الأرجنتين من الجحيم إلى الجنة تماما كما فعل ماردونا وصعد بها لمنصة التدويج في المونديال أعتقد أن نجم بحجم يمين لامال بموهبته الفذة قادر أن يذهب بعيدا معنا في مسابقات قارية ومسابقات مونديالية وعلى رأسها كأس العالم ولما لا 2030 بمشاركة من المغرب وإسبانيا والبرتغال في التنظيم سيكون حين عمر اللاعب يعني نحن في 2023 16 عام أدد عليها وحد 7 سنين يعني 24 عام في عز الشباب ويحقق محقه ومبابي مثلا في ملاعب الدب الروسي وقيادتي لفرنسا للفوز باللقب بتالي كل شيء ممكن نتمنى نتمنى أن لا تخيب الآمال ونتمنى أن يكون لمحيط اللاعب دور إيجابي ولكن أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة الخدم القدرة على الإقناع القدرة على تقديم مشروع كروي يليق بقيمة هذا النجم الصاعد ولكن يقدم له الضمانات الكافية كي يكون متألقا في عالم السحر المستدرة لأنه بالطريقة التي بدأ بها صدقوني ونقولها بكل صدق هي ذاتها التي بدأ بها ميسي كيليان بابي نيمار وآخرون إن لم أقل أنه في سنه المبكر قد يتفوق عليهم في بعض الأشياء وإن جاء في مرحلة برشلونا يعيش على واقع مرحلة بناء وتجديد وإصلاح ليست كالمرحلة التي جاء فيها ليونيل الذي وجد رونالدينو وجد مجموعة من العناصر وصامويل إيتو التي كانت قد اختمرت تجربتها الكروية وكانت قد وصلت لعالم النجومية مبكرا وبإمكانها أن تقود برشلونا لحيازة الألقام مرحلة مختلفة الأجيال تختلف ولكن هذا لا يمنع أنه قد يكون لبنى أساسية لبناء مشروع كرويا مغربي فيه العالمية نادي أتمنى إن شاء الله تكلل هذه المجهودات بالنجاح ويكون يمين لأمال أحد النجوم المستقطبين في لائحة وليد الريقراقي للاستحقاقات المقبلة في الشهر المقبل إلى اللقاء